بسم الله الرحمن الرحيم أصعد الله صباحكم بكل خير نبتدأ اليوم الجلسة ثقافية الثانية للمشاريع الثقافية الأهلية في البدء كانت الثقافة وكانت مشروعا أهليا غير بحي حيث أن الثقافة فكرة عن مجموعة معين من الأفراد والأشخاص تمس عقيدتهم وأفكارهم ومشاعرهم فالثقافة كما عرفها تايلر طبعا هي نوع من التقاليد والعادات والفلقرور التي يجتمع لها كثير من الناس ويتشارك فيها كثير من الناس من نفس الإثنية أو اللغة أو الجنسية أو الدين فهي تعبر عن نظام من الكون وفي السابق عندما نحاول أن نقرأ التاريخ نجد أن أول مشروع ثقافي عرفها أنا كأنسان أستاذ فلسفة طبعا هي أكاديمية أفلاطون التي أنشأها أفلاطون في القرن الثالث قبل الميلاد وكانت كذلك هذه الأكاديمية هي مؤسسة أهلية غير ربحية طبعا كما نتعلم أن الثقافة هي رأس المال الثقافي وتلك هي القوى الناعمة التي أنشأها المجتمع في محاولة منهم لرسم خارطة الطريق لكي تكون بعيدة كل البدع عن الدولة وقضية أن علاقة السلطة بالمعرفة أو علاقة الدولة بالمعرفة شكلت نوعا من القطاع الخاص خصوصا نراه أنا أتلامس فيه ونراه ليس فقط في الكويت كذلك في الكويت ودول الخليج ودول وطن العربي حتى أن في قراءات التاريخ نجد أن دائما الثقافة لم ترتبط في يوم الأيام بالدولة الفلاسفة والمفكرين يعني حتى نقول دائما وأبدا أن الشهادة أولا وأخيرا هي لقمة عيش لكن ما يتبقى معك هو الثقافة فلذلك هي إنتاج الثقافة هي منتوج غير ربحي ويأكد على ذلك أن كثير من المفكرين منهم بروديوم أو جون بول سارتر لم يعتمد اعتمادا كليا في تأسيس الثقافة على الدولة وإذا كنا نحاول أن نعرج على العصر المعاصر مع ميشيل فوكو هذا الفلاسف استطاع أن يؤلف كتاب منشور اللي هو عن السلطة والثقافة وحاول بقدر مكان أن يعطي صورة مغايرة لرأي الدولة ويمكن هذه المعادلة أو هذه الثناية بين السلطة والمجتمع بين العلم والثقافة لا تزال محل جدل وحوار اليوم نرتبط بعدة تجارب جميلة على المستوى الشخصي وعلى المستوى الأهلي من نسان جيرانا لنا طبعا كما تعلمون في محاولتنا لمعرفة الثقافة نرى أن السلطة والمجتمع كما نرى هما يعبران تعبير أساسي على مستوى الثقافة التجارب اللي شفناها طبعا رأينا أن تجارب خليجية نحاول أن نقدمها الآن لكم أول تجربة طبعا معنا ستكون مع موزة دميسي المستشار الثقافي لمؤسسة محمد بن آل نهيان فلتتفضل مشكورة أسعد الله صباحكم واضح الصوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية دعوني أعرف عن شكري وتقديري أنا واسمو شيخ الدكتورة شمى بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية لدعوة المجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والأدب لهذا المجلس لعرض مجلس شمى للفكر والمعرفة مجلس مرفأ للوعي ليمثل مشروع من المشاريع الثقافية الأهلية في الخليج العربي والوطن العربي عبر عبر ربع قرن من الحراك الثقافي والتفاعل الاجتماعي لتعزيز الوعي والتلاحم المجتمعي في دولة الإمارات العربية المتحدة بداية كلمة سمو شيخ الدكتورة شمى بنت محمد بن خالد آل نهيان والتي هي صاحبة ذلك الفكر وصاحبة ذلك المجلس التي أسست هذا المجلس في 1997 وانبثق بسجلسات حوارية ثقافية ولكن نمتد إلى ما أن أصبحنا اليوم لدينا من الحصيلة ما نفخر بها وتجعلنا مشروعا أهليا مميزا يناقش مسيرة أو قصة نجاحة على منصتكم الموقرة تلعب الثقافة دورا رئيسيا في بنية الوعي المجتمعي ودورها الإيجابي يعمل على تنمية هذا الوعي وتشكيل مفرداته وإعادة صياغة الوعي السلبي وكلما امتلك المجتمع وعيا راسخا ومتسعا منفتحا على العالم والثقافات المختلفة كلما امتلك قوة معرفية وثباتا في الملامح الثقافية التي تجعله رقما كبيرا ومؤثرا في معادلة الثقافة البشرية والإنسانية عامة وصناعة الوعي لا تتبناها فقط المؤسسات الثقافية الحكومية بل تتولى المؤسسات الثقافية المجتمعية الدور الأكبر في خلق هذا الوعي فانتساب أفراد المجتمع وتأثرهم بالحراك الثقافي النابع من قلب المجتمع يكون أكثر إيجابية وأكثر جذبا للأفراد وتأثيرا فيهم وخاصة حين تمتلك تلك المؤسسات تاريخا من الفكر والثقافة والعمل المعرفي النابع من عمق الحركة المعرفية المجتمعية وبالنظر إلى الدور الذي يجب أن تقوم به المؤسسات الثقافية الأهلية نجد أنه دور تكاملي مع الدور الذي تتولاه المؤسسات الثقافية الحكومية وخاصة أن المؤسسات الأهلية تمتلك من المرونة والتحرر من قيود العمل الحكومي والتوجهات الحكومية مما يجعلها أقرب للفرد داخل المجتمع وأكثر تأثيرا في تكوينه وبنيته الفكرية والثقافية والتقيير التنويري الذي يقود المجتمع للتطور ومواكبة الحركة المطلدة للتطور الفكري والثقافي والتكنولوجي والإنساني ومن خلال هذا الواقع الثقافي لمنطقة الخليج العربي ولنا في دولة الإمارات العربية المتحدة الواقع الذي لا ينفصل عن بقية المجتمع الخليجي فمجتمعاتنا تحتضن ثقافة إنسانية متعددة وكثيرة وهذا التنوع والتعدد عنصر إيجابي إذ تم التعامل معه بمهارة فكرية حيث أن التأثير المتبادل بين الثقافات يخلق مساحة كبيرة من التنوع والإضافة واكتشاف مناطق جديدة ومختلفة من الفكر الإنساني يحدث التغير وهذا التغير في الثقافة الوطنية حتمي لا يمكن إغفاله ولا إنكاره ولذلك مؤسسات الثقافة الأهلية حين تكون قادرة على احتواء هذا التنوع وبناء جسور ثقة في الثقافة الوطنية قادرة على السير بهذا التغير الحتمي في الاتجاه الذي يؤثر للمفردات الإيجابية تمثل إضافة للثقافة المجتمعية الوطنية وليكون التأثير المتبادل في الاتجاه الذي يحافظ على الملامح الهوايثية الثقافية الوطنية كلمة سمو الشيخ الدكتورة الشمى بنت محمد بن خالب والآن دعوني أسرد عليكم قصة نجاح تجربتنا في مجلس الشمى للفكر والمعرفة منذ أن انطلق مجلس الفكر والمعرفة وهو قائم على مبادئ راسخة في العمل الثقافي والفكري وكان من أهم دعم الثقافة الوطنية وبناء جسر معرفي بينها وبين الثقافة العالمية ومختلف التوجهات الفكرية التنويرية يعقد المجلس لقاءات فكرية منظمة بحضور سمو الشيخ الدكتورة الشمى بنت محمد بن خالدان الانهيان تناقش فيها الروايات العالمية والعربية والكتب الفكرية والثقافية والفلسفية كما أن للمجلس دور هام في دعم هدف وطني أساسي تعمل عليه دولة الإمارات العربية المتحدة وتأتي رؤية المجلس في بلورة المشهد التقافي بتعزيز القراءة كرافد من روافد المعرفة وبوابة فكر بوابة فكر الحضارات وشريان نبضه خدمة التنمية المستدامة في قلب دولة الإمارات العربية المتحدة نهدف من خلال هذا المجلس الترويج للتفاعل والحراك الثقافي بين أفراد المجتمع ونشر ثقافة الحوار وتقبل الرأي الآخر وزيادة مساحة التعارف المبني على الأفكار المتسمة بالقوة والاستمرارية وإبراز المشهد الثقافي كما أننا نهدف إلى تعزيز الثقافة بين أفراد المجتمع وتعميم الفعل الثقافي بمختلف أجناسه خدمة مختلفة المسارات التنموية في الإمارات ذلك أنها تناقش الواقع الثقافي وتستحضر اللقاء النقدية في الجانب المعرفي والأدبي كذلك تمكين المرأة وتعزيز دورها بين أفراد المجتمع في تبني الطاقات الإبداعية المختلفة والإضاءة على حياتها العلمية كذلك نهدف من خلال هذا المجلس التأكيد على دور الثقافة والمعرفة والإبداع في البناء الذاتي للمرأة وتطوير قدراتها المعرفية والفكرية والإبداعية والجمالية لكي تكون قادرة على التفاعل في المجتمع بل ورد المشهد الثقافي بتسليط ضوء على شخصيات إماراتية بارزة لها بصمات واضحة في المجالات الإبداعية والأدبية والاجتماعية والاقتصادية كما نسعى إلى الإسهام في دعم الحراك الثقافي والفكري وتكثيف الجهود المعرفية والتنويرية في إطار الحراك الثقافي الذي تشهده الدولة طبعا هذا المجلس يحرك هذه النشاطات في 11 فعالية مختلفة من هذه الفعاليات الرئيسية للمجلس ندوة الكتاب وهو يقوم على اختيار كتاب من كافة الأطياف الإبداعية والفكرية لطرحها على العضوات والقراءة والحوار فيها الحوار الثقافي كذلك يعقد لقاء حواريا حول قضية ما بكل أنواعها مع الحرص على استضافة الأكاديميين والمفكرين المتخصصين في القضايا المطروحة وكذلك هناك عندنا فعالية ندوة الفيلم السينمائي حيث يتم طرح فيلم سينمائي للمشاهدة ومناقشته من جميع زوايا كذلك لدينا قضايا تربوية وتعليمية ندوة متخصصة لطرح قضايا تربوية وتعليمية للحوار والنقاش هناك كذلك صورة وتعليق كثيرا ما يكون صمت الصورة أكثر صخبا من مئات الكلمات من هنا أطلقتنا مسابقة صورة وتعليق في السوشال ميديا لتم التعليق على الصورة من خلال العضوات من الفعاليات كذلك هناك فيديو وتعليق يتم عرض فيديو وثائقيا قصيرا ويتم التعليق عنه من خلال المجلس فراشات الفكر نطرح فكرة معينة ونترك للأخوات العضوات أن يمتدون بالحوار طوال الشهر ليخلقوا حراكا مستمرا ورؤية مختلفة تثري جميع المشاركين قصة مجلس الفكر وهي تجربة إبداعية متميزة وفريدة تبدأ القصة بمقدمة من سمو الشيخ الدكتورة الشامة بنت محمد بن خالد فيتوالى إبداع العضوات المشاركات في البناء على ما سبق في تكوين عمل قصص إبداع جماعة تتفاعل فيه المنمنمات السردية لتتكون صورة إبداعية وبالتالي تصبح قصة شاملة لم نكتفي بتفاعل حراك الثقافي داخل المجلس ولكن ذهبنا إلى الهيئات والمؤسسات الحكومية حيث يتم خلالها فعالية ندوة وقراءات معرفية طرح كتاب إبداعي أو فكرة للقراءة على طلبة الجامعات وموظفي المؤسسات الحكومية والخاصة وعقد لقاءات دورية بينهم وبين سمو الشيخ الدكتورة الشامة في مقرات المؤسسات لمناقشة الكتب والطرح والحوار المفتوح لجميع حرية المناقشة والتعبير طبعاً هذه المجلس أحدث آثار إيجابية على العضوات حيث كان هناك دراسة مسحية عن مدى تأثير ذلك المجلس على العضوات ووجدنا أن بالاستطلاع والدراسة رضى عضوات مجلس الفكر عن دورهم في هذا المجلس نسبة 30% من كامل عدد العضوات صدر لهن كتب في مجالات عدة كذلك أكدت العضوات أنهم امتلكوا القدرة على الحوار والنقاش وأيدارة الحوارات مما ترك تفعيل على الإساتذة والجذور ونبذ المجلس في أماكن مختلفة كذلك المجلس استطاع خلال سيرته استطاع المجلس أن يحوز على عدة جوائز تعزز ذلك النجاح جائزة بصمة ثقافة في جائزة وطن الإمارات عام 2015 وكذلك تقديم رئيس المجلس محاضرة القراءة ميراث الحياة والتي دخلت موسوعة جنس للأرقام القياسية أكبر درس قراءة حيث حضره 2640 سيدة ولمدة ساعة حصول رئيس المجلس على قلادة إقراء من جمعية حماية اللقاء العربية والحصول على وصام اتحاد المبدعين العرب وشهادة التفرد في الإبداع من اتحاد المبدعين الحصول على جائزة سيدتي للتميز والإبداع وتكريم من جامعة زايد في أبو ظبيض من فعاليات برنامج قيادي لبلادي والحصول على جائزة فارسات العرب من الأمم المتحدة 2014 والحصول على جائزة المرأة العربية فئة المرأة الملهمة 2013 طبعا من أهم التحديات التي واجهتنا في مجلس شمال الفكر هي جائحة كوفيد 19 حيث اجتاحت العالم أزمة كوفيد وانطفأت الكثير من أنوار المؤسسات الثقافية حول العالم وتوقفت عجلة الحراك الثقافي واجتاح الخوف العالم بكل أطيافه ومؤسساته وقفنا في مجلس الفكر والمعرفة عند حدود الممكن من استمرارية العمل الثقافي والفكري ولم نستسلم لتلك الحالة وقررنا أن يستمر حراكنا من خلال منصات الاجتماعية الإلكترونية وانطلقنا تحت شعار الباحثون عن المعرفة لا توقفهم الأزمات للمتتبع لمناشط وفعاليات مجلس الفكر والمعرفة هناك إحصائيات منذ تأسيسه في 1997 حيث كانت عدد المناشط المنفذة ستة وتوالت سنة بعد سنة وعام بعد عام إلى أن وصلنا في سنة 22 تقريبا إلى 95 منشطا وكان أكثر المناشط تعزيزا في سنة 2020 حيث وصلت مناشط المجلس 126 فعالية أثناء جائحة كوفيد والتي أشغلنا فيها كثير من ربات البيوت والعضوات أثناء الجائحة لما كانت تمثلهم من تقييد لخروج الأعضاء أو المنتسبين للمجلس من البيوت وقد استطعنا أن نصل إليهم حتى المرضى في المستشفيات والمحجورين في المستشفيات كان هناك عندهم كتاب صديقك في العزلة وتمكننا الحمد لله أن نعمم هذه الرسالة رسالة مجلس شمل الفكر لجميع أفراد المجتمع بخدمة اجتماعية طوعية أهلية حققنا فيها المزيد شكرا جزيلا شكرا أستاذة على التقديم الجميل والآن مع سلطنة عمان مع الأستاذة مونة الحراس تكلمنا اليوم طبعا عن بيت الزبير فلتتفضل مشكورة شكرا جزيلا لك وكلمة شكر واجب باسمي وباسم مؤسسة بيت الزبير للكويت والمجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب على هذه الفرصة للتعريف بمؤسسة بيت الزبير وكذلك على اختيارها لهذا الموضوع المهم وهو عن المؤسسات الثقافية الأهلية عن الواقع واستشراف المستقبل ربما أنا معنية في البدء قبل أن أتحدث عن أنشطة بيت الزبير أن ربما أفسر كلمة الزبير الذي منذ وصلته أنا أسأل عن كلمة الزبير على أي شيء تدل الزبير طبعا هو نسبة إلى الشيخ الزبير بن علي الشيخ الزبير بن علي هو كان واحدا من رجالات الدولة وكان وزيرا ومستشارا لثلاثة صلاطين هم على التوالي السلطان فيصل بن تركي والسلطان تيمور بن فيصل والسلطان سعيد بن تيمور بيت الزبير تأسس كبيت للسكن للسكن الشيخ الزبير بن علي في سنة 1914 في سنة 1998 ارتاء ابنه معالي محمد بن الزبير تحويل هذا البيت التاريخي إلى متحف يعتني بالتراث العمانية بمفردات التراث العماني بصفة أول متحف خاص في سلطنة عمان أما معالي محمد بن الزبير هو أيضا على خطى والده منذ بداية السبعين هو يمارس ويؤدي دورا طليعيا تنمويا في الاقتصاد العماني كان عضوا مساهما في عدد كبير من الشركات العمانية في مجالات الاستثمار والبنوك والخدمات وغيرها كما أنه أيضا في سنة 1994 عينه السلطان قابوس ليكون أول وزير تجارة وكذلك أيضا رأس مجموعة من اللجان والمجالس المتعلقة بالعلاقات التجارية والخصخصة وخطط التنمية في سنة 84 عينه أيضا السلطان قابوس مستشارا نشؤون التخطيط الاقتصادي من عام 97 حتى عام 2001 رأس جامعة السلطان قابوس وكذلك أيضا بقي في منصبه مستشارا نشؤون التخطيط الاقتصادي حتى بدايات عهد السلطان هيثم بن طارق هو إلى جانب ذلك إنسان فنان ومصور فوتغرافي ومحب للثقافة ومشجع لها هذا كله ربما هو الذي يفسر سبب استمرار مؤسسة بيت الزبير لمدى 25 عاما نحن اليوم في هذا العام نحتفل بمرور 25 سنة على تأسيس بيت الزبير مؤسسة بيت الزبير أولا بدأت كمتحف تهتم بالتراث كما قلت بعد ذلك مع الوقت نشأت الحاجة إلى الاهتمام بالفنون فوجدت الحاجة إلى أن نوجد صالات العرض قاعات الفنون التشكيلية فتوسعت مباني مؤسسة بيت الزبير عندما نقول بيت الزبير في الواقع هو ليس بيتا واحدا هو مجمع بيوت بدأ ببيت واحد نعم هو بيت الباغن مبنى الرئيسي المتحف بعد ذلك توسع أصبح لدينا بيت الدلاليل هو عبارة عن نموذج البيت التقييد العماني أيضا وصالة عرض وقاعة اجتماعات وهو أيضا مكتبة بالإضافة إلى أنه مقهى كذلك هناك أيضا بيت العود نسبة إلى بيت الشيخ علي بن جمعة والد الشيخ الزبير الذي يهدم في بدايات الأربعينيات حتى يتوسيع الطريق إلى القصر ولكن صمم هذا المبنى بالتصميم البيت الأساسي بيت الشيخ علي بن جمعة هناك أيضا بيت النهضة عندما صارت لدينا الحاجة إلى أن نتوسع كذلك في القاعات في أن توجد لدينا قاعات أكثر أن توجد لدينا فصول دراسية للورش والحلقات النقاش أن يكون لدينا مسرح تم بناء بيت النهضة وسمي ببيت النهضة هو تكريما لذكرى النهضة المباركة التي قادها السلطان قابوس في بداية السبعينيات هذه هي بالمختصر بيوت بيت الزبير كما يصح التعبير أنه قل بيوت بيت الزبير ولكل بيت منها دور تقوم به بيت الزبير بابتداء من سنة 2005 بدأ أن النشاطه يتسع لم يعود مجرد متحف يقدم فقط عنه يحتفظ بالمقتنيات العمانية ولكن أصبح له دور ثقافي يتوسع ويشمل كل القطاعات والمجالات الثقافية منذ 2005 بدأ يمارس دور ثقافي معين يستضيف معارض كما قلت كذلك أيضا يتوسع في استضافة الفعاليات الثقافية يقيم أسابيع ثقافية أصبح يتجه نحو الفعل الثقافي غير المطروق على مستوى سلطنة عمان وكذلك على مستوى المنطقة بشكل عام في سنة 2016 نستطيع أن نقول أنه حدث تحول ملحوظ تحول قدري على مستوى الهيكل التنظيمي للمؤسسة أصبحت لدينا دائرة تعنى بالفعاليات الثقافية أصبحت لدينا دائرة خاصة بالإعلام أصبح هناك توظيف لطواقم تقوم بهذه الأدوار و بهذه المهمات كذلك أيضا في سنة 2016 أصبحت هناك حاجة للتوسع الافتراضي الكيانات التي أسميناها المختبرات الثقافية أسسنا ستة مختبرات ثقافية دعنا بستة مجالات في الثقافة مختبر الشعر ومختبر الترجمة مختبر الشباب ومختبر الطفل مختبر المسرح وكذلك مختبر الفنون هذه المختبرات كنا نستقطب فيها الأسماء الفاعلة في المشهد الثقافي لتقوم بالإشراف على هذه المختبرات وتخطط وتستقرع احتياجات المشهد الثقافي وتقترح الفعاليات والأنشطة والمشاريع في هذا القطاع أيضا مسنودة بطاقم إداري وفني من موظفي بيت الزبير خلال السنوات الماضية أنا أريد أن أنتقل بشكل سريع لأهم إنجازات كل مختبر من هذه المختبرات إذا بدأنا بمختبر الشعر مختبر الشعر أنجز واحدة من أهم المشاريع في عمان وهو ترجمة مجموعة من النصوص العمانية إلى لغات أخرى فواحد من هذه النماذج هو ترجمة ثلاثين نص شعري عماني إلى اللغة الألمانية وصدر في كتاب بعنوان ثلاثون سدرة أحرس الجبل كذلك أيضا عمل على توفير مادة بصرية وسمعية للشعر العماني من خلال تسجيل حلقات يوتيوبية لشعراء لجلسات شعرية في بيت الزبير تحت اسم معراج كذلك أيضا نقل دائرة التلقي للمنجز الشعر العماني من داخل عمان إلى الخارج عندما أقام ندوة في المكتب الوطنية في المغرب في الرباط إلى قراءات مغربية في الشعر العماني وأيضا صدرت أعمال هذه الندوة في كتاب إذا ما انتقلنا إلى مختبر الترجمة مختبر الترجمة تبنى واحدة من أكبر مشاريع بيت الزبير هو ترجمة الكتاب من اللغات العالمية إلى اللغة العربية وهذا مشروع طويل المدى كذلك دعم المترجم العماني ونفذ أيضا واحدة من أطول الفعاليات لأيام بيت الزبير للترجمة واستقطب مئة مترجم عماني من مختلف التخصصات هؤلاء خضعوا لورش لحلقات عمل وكذلك أيضا تحاوروا مع مترجمين عرب وعالميين وخرجنا بمجموعة من الإصدارات المتعلقة بالترجمة في الآن في القريب في القريب تعاونت مؤسسة بيت الزبير من خلال مختبر الترجمة مع دار ناثان للنشر الفرنسية لترجمة سلسلة الفيلسوف الفرنسي أوسكا برونربيه في الفلسفة للصغار حتى الآن انجزنا الخطوة الأولى هي عبارة عن ثلاث إصدارات وتعاونت فيها أيضا المؤسسة مع المترجمة اللبنانية ماري طوق خلال أيام قليلة قادمة سندشن المرحلة الثانية وهي تأليف إصدارين الفلسفة للناشئة استكتبنا فيها المؤلف والباحث المغربي محمد آية حنة نحن الآن نحضر لتدشين هذه الإصدارات مختبر الشباب بيت الزبير وشكل حاضنة للشباب ينفذ سنويا ملتقى بيت الزبير للشباب في كل مرة يختار موضوع مختلف وأيضا يخضع هؤلاء الشباب لتمارين ولحلقات عمل لنجعلهم في النهاية يخرجون بمشاريع تستطيع أن توجد على الواقع وأن تقف على رجليها كذلك هناك مختبر الطفل مختبر الطفل أيضا لديه إصدارات خاصة بأدب الطفل يقيم ورش لكتابة أدب الطفل وأيضا يطلق مسابقة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم هي مسابقة المبادرات القرائية وهذه من أكبر المسابقات التي تغطي عموم سلطنة عمان تستهدف القطاع التعليمي نحن في شهر نوفمبر الماضي أطلقنا النسخة الثالثة من هذه المسابقة كذلك كذا ما ذهبنا إلى مختبر المسرح مختبر المسرح تبنى في بيت الزبير لأول مرة مهرجان بيت الزبير للمسرح الدائري وهو شكل جديد أو شكل مختلف للمسرح الدائري الذي يكون في المنتصف والجمهور حول الخشبة ربما هذا النوع من المسرح ما زال غير معروف بكثرة في عمان أو لأول مرة في عمان لكن أيضا في المنطقة ليس بذلك الحضور الكبير استطعنا أن نؤسس لهذا النوع من المسرح انجزنا نسختين في الموسم القادر بإذن الله تعالى ستكون هناك النسخة الثالثة استقطبنا فنانين وفرق مسرحية من عمان ووضعناها في التحدي عندما نشتغل على المسرح الدائري أنت بحاجة إلى نص مختلف وإلى أداء مختلف ديكور مختلف إلى حتى طريقة تلقي مختلفة لهذا النوع من المسرح استطعنا أن نسجل دعونا نقول مثل علامة تجارية بيت الزبير خاصة بالمسرح الدائري في عمان كذلك هناك ورش لكتابة النص المسرحي وحلقات النقاش في العروض المسرحية في مختبر الفنون مختبر الفنون طبعا مؤسسة بيت الزبير الآن تمثل بيت خبرة في مجال الفن التشكيلي وفي إقامة المعارض هذا الدور عزز بمختبر الفنون الذي أصبح يقيم فعاليات دورية منها أيام بيت الزبير للفنون يستقطب نقاد الفن التشكيلي من الوطن العربي كذلك يقيم يورج فنية لمختلف الأعمار للأطفال والكبار والمبتدئين وأيضا للمحترفين الفنيين بالإضافة إلى ملتقى بيت الزبير الدولي للفنون الذي يستقطب أيضا كذلك فنانين تشكيليين عالميين ينتهي هذا الحدث بافتتاح معرض بأهم نتاجات هذا الملتقى يعني أنا لا أريد أن أتوقف عند كل مختبر لكن هناك حقيقة كثير من الفعاليات التي قامت بها هذه المختبرات حققت شمولية في المجالات الثقافية استطاعت أن تصل إلى خارج مسقط وإلى خارج عمان أيضا بهذه الفعاليات هناك أيضا نوع من الفعاليات التي تنتهجه مؤسسة بيت الزبير هو النوع المختلف نبحث عن المختلف غير المطلوق في الفعاليات مؤسسة بيت الزبير مثلا لأول مرة في عمان أوجدت فعالية أو حدث يهتم بالفلسفة كان في شهر مايو الماضي عندما أطلقنا ملتقى بيت الزبير الفلسفي الأول كان أول حدث يخص الفلسفة بحضور فلاسفة عرب وأيضا من باحثين وعمانيين أعمال هذا الملتقى أيضا كذلك إن شاء الله ستكون في كتاب من ضمن الفعاليات أيضا النوعية التي ذهبت إليها بيت الزبير وإلى تطبيقها بجرأ هو لأول مرة أصبح لدينا مهرجان للموسيقى الصوفية نفذت النسخة الأولى في سنة 2018 كانت النسخة الثانية يفترض في 2020 لكن بسبب الظروف التي تعرفونها نفذت النسخة الثانية في شهر يناير الماضي هذا كله يساعد في ترميم العدة المفاهيمية الترميم المفاهيم المتعلقة بالتصوف بالموسيقى بالفلسفة عندما تضعها في مواجهة مع الفهم المجتمعي الذي قد لا يكون صحيحا بالضرورة أنت تخلق حالة من النقاش حالة من الجدال في هذا الموضوع في معرض الكتاب مؤسسة بيت الزبير بدأت تشارك في معرض الكتاب منذ سنة 2016 أيضا نحن سعداء مثلا في مؤسسة بيت الزبير أن أدخلنا لأول مرة ضمن فعاليات المعرض التي هي عبارة عن سوق كتاب وندوات ومحاضرات أن ندخل نوع آخر من الفعاليات وندوة حوار موسيقي عندما استضفنا موسيقيين وفنانين رافقوا فرق الفنانين الأسماء الأيقونية الكبيرة رافقوا أم كلثوم ورافقوا عبد الحليم ووردة الجزائرية وبليغ حمدي وآخرين أيضا بضمن الندوة استضافت الفنان خالد الشيخ كان هذا كله في قلب معرض الكتاب في قلب الأروقة الخاصة بعرض الكتب هذا خلق حالة من دعونا نقول فتح أفق الثقافة أننا نحن بحاجة إلى أن دائما نكرس فكرة أن الثقافة لا تقتصر فقط على حاوية واحدة هي الكتب الثقافة متنوعة أوجدنا هذا الاختلاف لأول مرة الآن معرض الكتاب الماضي شهد أيضا هذا النوع بدأت تظهر كذلك أصبحنا نرى أمسية احتفائية بتجربة ساعدون جابر أمسية احتفائية بالفنان الراحل سالم علي سعيد هناك امتداد لهذا الأثر الذي يصنع في بيت الزبير بيت الزبير يتعاون مع المؤسسة الثقافية الرسمية مع النادي الثقافي مع جبهية الكتاب الأدباء المؤسسات الثقافية الإهلية تتعاون وتقف بينها وبين هذه المؤسسات على مسافة واحدة تتعاون نعم لكن بما لا يخل بالخط الأساسي الذي انتهجته بيت الزبير وفق الاستراتيجية التي بناها مؤسسة بيت الزبير أعد استراتيجية لمدة ثمان سنوات بدأت في سنة 2021 وستنتهي في سنة 2028 لماذا سنة 2028؟ في سنة 2028 سيحتفل بيت الزبير بمرور ثلاثين عامل على تأسيسه في هذه الاستراتيجية تبنينا ثقافة المشاريع وليس ثقافة الفعاليات وهناك فرق لأن المشروع عمل طويل طويل المدى الفعاليات هي بعبارة عن نتاجات لهذه المشاريع هذه الثقافة جنبت بيت الزبير من الارتجال في تنفيذ الفعاليات كذلك أيضا جنبته من الممارسة المدرسية الارتجالية التي تعتمد على الفكرة اللحظية أو الهدف اللحظي وينتهي الموضوع نحن نؤسس لمشاريع طويلة تتفرع منها أنشطة وفعاليات كلها تصب في تحقيق رؤية المؤسسة أنها تكون مؤسسة ذات ريادة في المسؤولية الثقافية هناك مشاركات تقوم بها مؤسسة بيت الزبير خارجية كذلك ذكرت مشاركة بيت الزبير في المكتب الوطنية في الرباط شارك بيت الزبير في معرض الكتاب في باريس في سنة 2019 أيضا بيت الزبير عارى بعض مقتنياته لجامعة إيلينوي في أمريكا ضمن المعرض المتجول الذي جاب الولايات المتحدة الأمريكية وهذه كانت واحدة من المشاركات المهمة التي حرفت بالتاريخ العماني وبالإرث العماني يعني مثلا أيضا كذلك عندما نتحدث عن اللامركزية أنا أحب أن أتحدث كثيرا عن هذه النقطة مؤسسة بيت الزبير ربما هي الموقع الذي تشغل في مسقط القديمة قريبا من قصر العلم وقريبا من المتحف الوطني هذه ربما يعني مسافة بعيدة عن التجمعات السكانية الكبيرة مؤسسة بيت الزبير أيضا حريصة على أن تذهب إلى الناس أن تذهب إلى الجمهور وأنقلت كثيرا من فعالياتها إلى المحافظات إلى ضفار إلى مسندم الشرقية الداخلية ونفذت عدد كبير جدا من الفعاليات والأنشطة هناك تحديات تواجهها مؤسسة بيت الزبير بدون شك كل المؤسسات الثقافية واحدة من هذه التحديات هو في عمان تحديدا هناك تأخر في صدور قانون قوانين المطبوعات والنشر قانون الجمعيات الأهلية هذا كله يؤثر على المشهد بشكل عام يؤثر على الحالة بشكل عام لأنه ما من مؤسسة الثقافية تظهر حتى تختفي أنت لا تعرف ما لك وما عليك بهذه الصورة هذا الموضوع مربك وإن كانت مؤسسة بيت الزبير يعني مستقرة بشكل كبير بفضل وجود الداعم الأساسي لهذه المؤسسات أستاذ أمونة إن شاء الوقت أنا سأختصر أيضا من ضمن هذه التحديات أتكلم عن عدم وجود تخصصات إنسانية في الجامعات العلوم الإنسانية تخصصات العلوم الإنسانية غير موجودة في الجامعات العمانية بما يرفضنا بكوادر قادرة على تنفيذ بعض البرامج والخطط هذه أيضا إشكالية من ضمن الإشكاليات أن بعض الأنشطة والمشاريع ربما قد تكون قابلة للتنفيذ في مسقط مثلا المعارض على سبيل المثال لأن المقتنين موجودين في مسقط لكن إذا خرجت بهذه الفعاليات للمحافظات لا تعنيهم ولا تمثل لهم شيئا أيضا قد تتصادم مع بعض الأفكار المجتمعية أنت لا يمكن مثلا أن تقيم أمسية موسيقية في محافظة الداخلية مثلا أن هناك شوية هناك التصور يختلف لا تستطيع أن تنفذ بعض الفعاليات في أماكن معينة لذلك هذا ما يواجه فكرة أو مبدأ اللامركزية في الموضوع أيضا من ضمن التحديات وأيضا كذلك حتى أختم أن القطاع التجاري ما يزال عازف عن الدخول في المشهد الثقافي بشكل كبير يعني ذلك أنا أقول نحن بحاجة إلى أكثر من محمد بن زبير لأن هذا الرجل يقوم بدور جدا كبير أنا لا أتحدث بهذا الكلام لأنه صاحب المؤسسة التي أنا موظفة فيها ولكن لأن الرجل فعلا داعم ويقود العملية بشكل جدا واعي وهو أيضا الذي يقترح أحيانا تعطيه فكرة يوسع الفكرة ويذهب بها إلى ما كانت لا تتوقعه بالإضافة إلى هذا الدعم المستمر للمشهد الثقافي وللعملية وللفعل الثقافي ومارس الثقافية عذرنا على الطالة وشكرا لك أحسنتي أحسنتي أستاذة أعطيتش العافية إن شاء الله شكرا هو لا شك أنه نعاني كثير من المشاريع الثقافية الغير الربحية من قضية الدعم المالي فأحنا أغلب المشاريع لا تستجدي نوعا من الصدقات بقدر ما تكون نوعا من المساهمات يعني نعرف من التاريخ يخبرنا أن جائزة نوبل كانت كجائزة غير متطوعة من أحد الأغنياء ننتقل الآن إلى القدم إلى المملكة العربية السعودية وبالمناسبة المملكة العربية السعودية كان فيها مشاريع ثقافية هي الأقدم على مستوى الخليج وعلى مستوى الوطن العربي إذا كنا بالتحديد وهي المشاريع التي كانت بدأت من الكتتيب وانتقالا الآن من المشاريع الأهلية التي دائما نسمعها بين فينة وأخرى قاعد تطلع لنا وهذا الشيء يعني تاح لنا أن نفتح تصورا في التوصيات الجديدة الآن مع الأستاذ القدير أستاذ طاهر الزهراني ليكلمنا ويحدثنا عن حديثه في تجربة المشاريع الثقافية فليتفضل مشكورا لكن مثل ما قلنا الوقت نحن عشان لا يدهمنا عشر دقائق رياضي كعافية فضل أستاذ طيب مساء الخير أنا مادر إشي أسوي بعد الزخم الهائل من هنا سعت بهذا اللقاء معكم بالنسبة للمبادرة التي قمت بها هي مبادرة بسيطة فردية تطوعية رقمية كانت الفكرة ببساطة شديدة تقريبا الفكرة أتت تقريبا قبل خمس ست سنوات وقبلها كمان كان عندي كذا في رغبة ملحة طيب انت كتبت سبع روايات وثلاث مجامع قصصية طيب وعندك رصيد من القراءات طيب وبعدين إيش بتقدم نحن عندنا في الحارة أنا نشأت في الحارة في الحارة عندنا حس اشتراكي لما انت تكون عندك مهارة لا بد تنقلها لغيرك هذا اكتسبنا من الأمهات الأمهات لما تصنع الوحدة مثلا طعام تكبر القدر عشان توزعها للجارات فنحن في الحارة أنتقل هذا الشيء لنا فأصبح الواحد إذا عنده مهارة يعلم لأطفال الحارة المهارة هذه فلما بعد فترة من الكتابة من القراءة هذا بدأ الشعور ذا الملح كذا يطرقك يعني طيب وبعدين إيش بتقدم للآخرين إيش بتقدم للناس لما متى بتبدأ دائما تفكر في نفسك لا بتقدم شي للآخرين فجت الفكرة إنه أبقدم شي بس ما أعرف إش هو في يوم من الأيام التقيت بالصديق فؤاد الفرحان تقابلنا في القهوة القهوة مطبخ عظيم للأفكار يعني على المناسبة فجلسنا نتحدث طيب إيش بنسوي للسرد فؤاد سبق أنه أسس منصة رواق منصة تعليمية وبعض المنصات فقال أنا عندي الجانب التقني أنا ريحك في الجانب التقني هو أستاذ في المسألة هذه وإنت خبرتك مهاراتك في السرد نقدر نسوي شيء إيش نسوي إيش نفعل قررنا أن نسوي مبادرة تطوعية تعني بالسرد إيش نسميها المبادرة نسميها انثيال من انثيال السرد فاتفقنا على التسمية ثم بعد ذلك قاموا الشباب فؤاد الفريق اللي عنده بناء منصة منصة أكترونية ثم بعد ذلك قررنا طبعا الكلام ذا في بداية 2019 قررنا أنه نبني منصة أكترونية ثم بعد ذلك نعلن على المبادرة ونستقبل الاستقبل المشاركين في بداية مارس جاءنا أكثر من 900 متقدم للمبادرة الفريق كله متطوع كله الفريق كل العضاء الفريق مؤمنين بالسرد عندهم رغبة أن يقدمون للسرد امتنانا للسرد طبعا لا يوجد هناك مقابلة مبادرة تطوعية بدأنا مرحلة الإعلان استقبال الطلبات هناك لجنة تنظر في المشاركين تنظر في الأوراق المقدمة ليس هناك شروط كبيرة مجرد أن يكون المتقدم قاري عنده تجربة في الكتابة لم يصدر عملا من قبل بمجرد ما تنظر اللجنة في مشاركته يتم قبوله طبعا من التسعمية تقريبا اللي تأهلوا للمشاركة ثلاثين الذين أكملوا أنجزوا أعمالهم تقريبا اثنى عشر مشارك ثم بعد ذلك يكون هناك مراحل للمبادرة مرحلة الكتابة ثم بعد ذلك ينجز الكتاب تكون هناك لجنة تقرأ العمل ثم تجيزه إلى مرحلة التحرير ومرحلة التحرير هذه كان هناك رغبة في نشر ثقافة المحرر الأدبي لأن هناك معاناة في تعزيز مسألة وجود المحرر الأدبي جي لي والذين قبل الله ربما لا يقبلون في تدخل الآخرين في أعمالهم وهذا للأسف الشديد سبب أن هناك أصبح فيه رداءة في النتاج فلماذا لا يقوم المحرر بدوره بحيث ينقل الأعمال من أعمال مقبولة إلى جيدة ومن أعمال جيدة إلى أعمال رائعة هذا الدور يقوم بالمحرر الأدبي فحرصنا في المبادرة أن يكون هناك دور المحرر الأدبي فبعد أن تقرأ اللجنة العمل وتجيزه ينتقل بعد ذلك إلى المحرر الأدبي كل هذه الخطوات عبر المنصة الإلكترونية كلها عبر التطبيقات ثم بعد ذلك يحرر العمل ثم بعد أن ينتهي العمل يرسل لدار النشر طبعا أنجز 12 شخص أعمالهم هذه في النسخة الأولى أجيز خمسة أعمال تم مراسلة دور النشر وافقت دور النشر مباشرة على نشر هذه الأعمال طبعا في ديسمبر 2019 نشرت كل الأعمال في معرض جدة للكتاب وكان إنجاز عظيم لم نتوقع بصراحة أن يكون هناك مثل هذه المخرجات بعد ذلك 2020 انطلقت النسخة الثانية انطلقت النسخة الثانية وتفاجأنا بالعدد الهائل يعني النسخة الأولى تقدم 900 النسخة الثانية تقدم 9000 عدد كان مهول في الوقت الفريق تقلص فيه عدد الفريق يعني اشتغلنا شغل كان جبار في النسخة الأولى فتقلص عدد الفريق من 10 إلى 5 تفاجأنا بعدد المشاركات بس العظيم في الأمر تسخير التقنية تسخير التطبيقات هذا أمر ساعدنا بشكل كبير في مسألة الفارز في مسألة النظر في المشاركات في مسألة الكتاب ومتابعة الكتابة حتى مسألة الكتابة مرحلة الكتابة تكون عبر التطبيقات وتحت إشراف المشرف كل فرقة لها مشرف المنحة الكبيرة التي أنقذتنا في 2020 كورونا كورونا كانت فتح لنا ليش؟ كان في عدد هائل الفترة الكتابة بسيطة كنا نحتاج شيء أتت كورونا أتى الحظر ففتحنا المجال لمرحلة الكتابة إلى ستة أشهر فكان عندنا وقت أن نستوعب هذا العدد الكبير الهائل ثم بعد ذلك أنتهينا من فترة الحظر كان فترة الحظر كل فترة خاصة للكتابة استثمرنا كل الكتابة وكان فيه تواصل رائع مع المشاركين تواصل دائم معهم عبر التطبيقات الإلكترونية عبر المنصة وعبر خدمة برضو جوجل درايف وإلى آخر الخدمات الإلكترونية المتاحة لنا انتهينا 2020 تقريبا أربعين التي شاركوا في الكتابة معنا تم طبعا قراءة أعمالهم اللجنة أجازت من تقريبا من عشر أعمال أربع أعمال فقط الأربع العمال هذه تمت تحريرها ثم بعد ذلك تم التواصل مع دور النشر تواصلنا مع دار نشر عربية كل هذا بالمجان طبعا كله تطوعي لم ندفع ريالة ولم نأخذ ريالة تواصلنا مع دار نشر عربي دار التنوير دار نشر عريقة بمجرد ما وصهم العمل وافقوا عليه مباشرة نشر العمل هذا تقريبا في أواخر 21 الأعمال الأخرى الثلاثة الرقابة وقفت لنا بالمرصاد ولم تجيز الأعمال الثلاثة لكن أنتظرنا سنة وبطريقة أو بأخرى بتحايل الماء فسحة الأعمال ونشرت كل الأعمال تقريبا في 22 كانت مبادرة بالنسبة لي أرى أنها مبادرة عظيمة ونبيلة التطوعية بالكامل الأصدقاء معنا فؤاد الفرحان عبدالزيز الغامد الله يرحمه كلهم ساهموا بجهودهم في هذه المبادرة حتى الأخوة اللي كانوا معانا في مسألة الجانب التقني كانوا يدخلون بعض نحن على المشاركين يقول شوف فلان كتب بشكل جيد شوف فلان يحتاج مشاركة طبعا طوال فترة المبادرة ليس هناك تنظير ما ننظر نشرف المشارك يحتاج مثلا استشارة قال تعال أقرأ عملي أو أنا عندي مشكلة فنية وهذا ممكن نسعف بس الأصل ليس هناك تنظير ليس هناك محاضرات فقط إشراف ومرافقة للمشارك إلى أن ينتهي من عمله فهذه طبعا الخلاصة يعني من خلاصة العمل على مبادرة الانثيال ما أدري نور طبعا عرضت عليكم الأعمال قبل كذا أربع خمسة أعمال في النسخة الأولى أربع أعمال في النسخة الثانية بعد ذلك كنا نسعى أنه تكون هذه المبادرة مبادرة مستقلة قدر الإمكان بحيث أنها تدعم نفسها بنفسها الآن أنشانا منصة راقمية نحاول قدر الإمكان أنها يكون يكون فيه رسوم بسيطة بحيث أنه تستطيع المبادرة أن تستمر هذه بخلاصة العمل على مبادرة الانثيال كنا حريصين أنه يكون فيه أسماء جديدة كنا حريصين أنه المشاركة اكتفي بعد ذلك بهذه الخبرة وبالفعل في مشاركين صدر لهم كذا عمل يعني بعضهم أصدر العمل الثاني بمرور سنة سنتين أصدر العمل الثاني دون الرجوع لنا طبعا خلاص لديها خبرة ولديها أدوات فهذا باختصار عملنا في مبادرة الانثيال وهي تجربة سعت فيها ولولا جهود الأصدقاء والمهمومين بقضية الكتابة لما كانت هذه المخرجات سعت بالحديث معكم وشكرا لكم أحسنت أحسنت أعطيك العافية الشيء يذكر طبعا نحن نقول دائما من يدخل الأدب أصابته حرفة الفقر أو حرفة الفقراء واللي ما تفضل فيه مبادرة الانثيال الشيء يذكر أن عندنا في رابط الأدباء ما تفضلت فيه يعني نحن دائما من يدخل موضوع الكتابة يعاني من قضية التحرير يعاني من قضية المراجعة اللغوية يعني أنا حتى كلما دخلت موضوع الكتب يعني أهلي في البيت يقولوا لي هذا طلع لك فلوس أو ما أطلع لك فلوس يعني أنا عندي حين أربع كتب ما أتوقع فيهم بطلوا كتاب فيها فلوس أو ما فيها فلوس فأقولها والله فيها خسايا ما فيها فلوس طبعا الخدمة الأديب يعني هذه عندنا في رابط الأدباء في أحد اجتماعاتنا طرحنا هذه الفكرة فكرة أن دائما الكاتب يعاني من قضية المراجعة الكتاب يعاني من قضية تفضلت فيه قضية التحرير يعني من غير مبالغ أنا أكلمك بالمتوسط من ستمائة لألف دينار يكلفك الكتاب من طباعة من عملية إخراج من عملية صف من مراجعة لغوية وتحريرية فمشكورين وإن شاء الله تكون مبادرة جميلة والآن مع ضيفتنا العزيزة بنت الفلد أستاذة يعني رزان المرشد طبعاً مؤسسة مركز حروف الثقافي وهو مؤسسة غير ربحية انشئت في عام 2012 لها العديد من الأنشطة المتنوعة التي تعنى بالثقافة المعرفية إنجازاتها كثيرة 90 نادي قراءة وكذلك نادي القراءة للأطفال في اسمتها الستين أقامت أول مؤتمر للقراءة في دوتا الكويت عام 2015 إلقي بصرك بالتعامل مع ودلس الوطني للثقافة والفنون والأداب كذلك هي يعني رئيسة مكتبة صوفيا وأنا من عشاق التصوف في صوفيا فلتتفضل مشكوراً تتكلمنا عن يعني مبادرتها أو مشروحها غير ربحي تفضل استاذة بسم الله وصلاة وسلام على رسول الله بداية أشكر المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب على هذه الدعوة الكريمة وأشكر الأخ العزيز باسل لأمرين لهذه المقدمة ولمقدمتها ما أدري شنو أسميها المفخخة ولا ما أعرف اللي هي سبب تواجدنا اليوم بداية لما ياني الموضوع ويتني الدعوة كنت فعلياً قاعدة في اجتماع هيئة الثقافة في البحرين أحط جدول ربيع الثقافة لهم كويتية في البحرين قاعدة حط جدول هيئة بحرينية بغض النظر عن حبي للبحرين لكن حصل اللي حصل دول مجلس التعاون طبعاً طبعاً ومحور اللي وحن دول الخليج يعني العنوان الأول اللي حبيته أكثر من هذا العنوان ولو أن هذا جميل المشاريع الثقافية مقومات نجاح وأسباب فشل لكن العنوان الأول اللي أنا ما كنت ذاكرتها عدل إلا في تحديات كلمة تحديات لوهلا خليت القلم وأنا أحط البرنامج وقعدت أفكر عشر سنوات من العمل الثقافي دخلت في هذه الساحة الثقافية عمري تسعة عشر سنة تسعة عشرين سنة بدأت في نادي قراءة مجموعة بنات نجتمع ما له اسم حروف ولاه مشروع ثقافي معروف ناخذ كتاب ونقرأ ونتناقش فيه إلى أن توسع هذا المشروع إلى فريق عمل مكون من ثلاثة أشخاص خمسة أشخاص سبعة أشخاص إلى خمستعشر شخص إلى مؤتمر قراءة إلى ملتقيات ثقافية إلى رحلات خارجية الهند أسبانيا كل هذه المشاريع إلى أن وصلنا إلى الأمر الحاسم حروف لي وين هذا المركز الثقافي إلى أين بدايت في بداية الأيام كانت عبارة عن اللي عارفون هني عانى 200 دينار 100 دينار حق حروف 100 دينار لي بعدها الوالد شاف الموضوع بالله تسيريس رزان قاعد تشتغل منصدها فصار بي دعم يبقى أبي ييب الشعر لفلاني تم يبقى أبي ييب المحاضر لفلاني تم يبقى بيسول المتقل لفلاني تم إلى أن قاعد معي قال لي رزان هذا ما هو مشروع مؤسسي هنا فكرت قلت إذا أنا كنت عندي شخص دعم ويقدر الثقافة مثل ما أقدرها كم شخص يملك هذا الدعم دعم الأسرة دعم الأبد أي دعم آخر هنا بدأ السؤال ومن هنا ينطلق هذا العنوان في جملة وايد أحبها وكتبتها في مقدمة رسالتي الدكتوراه بالمناسبة رسالتي الدكتوراه أيضا في نفس الموضوع نحن نتناقش فيه صار لنا سنين في موضوع المطبوعات والرقابة وهالأمور وموضوع حرية التعبير رسالتي في حق الفرد في التعبير من خلال الكتابة والنشر في الكويت وأنا أفكر هالعشر سنين التي أشتغل فيها أكاديميا في هذا الموضوع تطوعيا في هذا الموضوع تجاريا ولو أن مكتبة صوفيا ماهي تجارية كل أرباحها تذهب لمركز حروف الثقافي إلى متى هذه الطاقة ما رح تنفد إلى متى هذه الطاقة رح تستمر موجودة وتكون عبارة عن تراكمات توصلنا إلى شيء أعظم من اللي قاعدين نسويها الحين فكتبت بمقدمة الرسالة مقولة مشهورة لقرامشي يقول جميع الناس مفكرون ولكن وظيفة المثقف والمفكر لا يقوم بها كل الناس بعد ما قريتها استهوتني قاعدت أبحث عنها أكثر فلقيت أقرب شيء يوضح هذه المسألة ما كتبه أدوار سعيد في كتاب المثقف والسلطة والتي تكلمت عنها في البداية من هو المثقف وما دور السلطة في هذا الموضوع فاكتشفت أنها قسم المثقفين إلى قسمين سمى المثقفين المرحلة الأولى هي المثقفين التقليديين والمثقفين الآخرين هم المثقفين المنسقين المثقفين التقليديين هم المعلمين الكهنة الإداريين والمثقفين المنسقين هم المثقفين في طبقات المجتمع واللي يمثلهم من؟ المشاريع الثقافية الأهلية هذه التقسيمة لو أدركناها أدركنا ما هي من أو من أين تأتي المعرفة؟ هذا السؤال ما هو مصدر المعرفة؟ لدينا مصدرين و أنا طبعا الحين عندي ضغط كبير أني أتكلم جدام الدكتور عبد الله لكن أحاول أني دائما عندي ضغط مع أساتذتنا إذا كانوا جدامنا سامحني إذا غلطت عادة في شيء فهنا هنا سؤال المعرفة تصدر من منبعين أو تكون من منبعين منبع السلطة ومنبع الشعب السلطة متمثلة في أي إن كان أنا ما بيأدخل بأمور حالية نحن بالمجلس الوطني وأنا جدا ممتنة لهذا الحراك الثقافي والجهود لكن لو نتكلم من جانب فكري فأنا يعني بعيدا عن المواطع هذه نقول شنو دور السلطة في استدامة هذه المشاريع الثقافية في تحديات كثيرة المشروع الثقافي يحتاج أمرين يحتاج مصدر مالي لا نقول أن المشاريع الثقافية التطوعية ممكن تستمر إلى حد ما أنا حاليا إذا أبي أسوي مشروع ثقافي له من العمق ما يصل إلى أن يصدر الثقافة إلى الخارج أنا محتاجة لجهود خارجية تساعدني في الوصول لهذا الهدف هذا لا يمكن من دون دعم مادي لا يمكن أنا أقدر أستضيف المؤلف الفلاني الكاتب الفلاني المحاضر الفلاني إلى حد معين لكن بعدين رح أستهلك كل طاقاتي الموجودة في الوطن اللي أنا عايشة فيه وأحتاج أني أيب طاقات من الخارج تكون لي هذا التراكم اللي أقدر أوصل فيه إلى هدفي الجانب المادي اللي إحنا وقفنا عنده في حروف في 2016 تقريبا قلنا خلاص إحنا الحين في كل مشروع ثقافي نحتاج رعاية نحتاج دعم إلى متى ولا عتانا اللي مايخالف ندفع اليوم أمي أباتر بس بأين نقدر وعي صادقة جارية فهني فكرنا بأمر خلاص نحن 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 خطوة جريئة لكنها رح تخفف علينا أشياء كثيرة وهي مكتبة صوفيا يمكن الكثير ما يعرف أن مكتبة صوفيا ما هي مكتبة تجارية وأن كل أرباحها تصب في دعم مركز حروف الثقافي كل المشاريع اللي تصير كل المحاضرات اللي تصير هي يفترض أنها تكون بدعم من مكتبة صوفيا لكن تفاجأنا بعدين أن أساسا مكتبة صوفيا كدار نشر ما نقول مكتبة المكتبة أيضا محتاجة لدعم المشروع الثقافي خصوصا المشروع الثقافي الجاد اللي هو يمكن عارف تكتور عبد الله أنا الحين لما أطبع الفلسفة الفرنسية المعاصرة عشر أجزاء كم تكلفني سبعين باحث كم يكلفني هذا المشروع لما أترجم فوكو مترجمين من المغرب من تونس من جزائر لكتب فكرية أعرف قبل طباعتها أنها لا تبع لن تبع ولكنها تخدم المشروع الثقافي أو الساحة الثقافية في هذا الوضع يصير عندنا ساويتين لازم نتوجه لهم أما المؤسسات والحكومات أو المشاريع التجارية الرعايات الرعايات الجهات الحكومية الرعايات لذلك هذا طبعا أنا عندي كاتفة تحديات وايد الفريق حاضر محمد الجار الله رئيس أندية القراءة في حروف فكرة أن يؤمن الشخص بالفكرة هذا بحد ذاته تحدي نقدر نيب متطوعين كثر وعاملين كثر لكن من يؤمن بهذه الفكرة ما رح أذكر هذه التحديات لأنه اللي يهمني جانب هل فعلا المشروع الثقافي قادر على تحقيق الاستدامة من غير دعم حكومي أو الدعم من المؤسسات لا صعب حتى المشروع التجاري اللي توقعت أنه رح يخدمني رح يخدم فعلا لكن بجزء بسيط ما رح يحقق لهذا الهدف الكبير لذلك أحب دايماً لما أطرح مشكلة أطرح حلها لقيت الحل الأفضل والأجمل في تجربتي في الرياض مع هيئة الأدب وأيضاً هيئة الثقافة في موضوع الشريك الأدبي فكرة أن تأخذ المؤسسة خطوة في مسألة يعني أحد ما يخلف بس أحد أحد التحديات اللي عندنا في الكويت أن عندنا أفضل ما رح أقول أفضل من أفضل المشاريع الثقافية في الوطن العربي عندنا جهود وطاقات أنا شفت وسافرت ورحت كل مكان كل ما شفت فكرة قلت عندنا بالكويت عندنا بالكويت لكن المشكلة الوحيدة أنا ما في هذا الدعم اللي ممكن يطلحها ما في بيزات ما في بيزات فاللي نوصل إن شريك الأدبي بدل ما يتروح الهيئة وهي بنفسها تسوي المشروع الثقافي قالت يلا يا المقاهي الثقافية كلكم أنا بعضيكم هذا الدعم وأنت واشتغلوا وإحنا معاكم أنت واشتغلوا وإحنا معاكم لهدف واحد إن مصادر المعرفة مختلفة أدوات المعرفية مختلفة أنا رحي ماهتمها بالفكر المشروع الثاني ماهتم بالموسيقى المشروع الثالث ماهتم بالأدب هل تستطيع وزارة وحدة بعدد موظفين 200-300-400 شخص بمختلف مؤهلاتهم العلمية إنه يقدرون يحققون هذا الأمر بدون شغف حقيقي على الفكرة ما أتكلم عن أي وزارة لكن بأفتراض صعب لكن مشروع الثقافي قائم المشروع الثقافي اللي بدأ بهدف غير ربحي وتطوعي أكيد نتيجته مختلفة مختلفة عن شخص قاعد يأخذ راتب عشان يأدي وظيفتها لذلك هذه التجربة كانت تجربة رائعة جداً في المملكة العربية السعودية واللي أعتقد أن في الكويت ممكن أن تكون هناك فكرة مماثلة لدعم هذه المشاريع واللي بدت فيها فعلاً بدأ فيها المجلس الوطني للثقافة والفنون بشكل جداً جميل وأتمنى أن يستمر في موضوع الاستشارات موضوع أخذ الجداول المحاضرين من المشاريع الثقافية الموجودة في الكويت فهذه أحد التحديات اللي تواجه أي مشروع الثقافي أظن في أي مكان أختم في شي أنطعو كل اللي كتبتها ما قلتها بس ما أدري ليش حسيت أن هذا شيء لازم أقوله ولكنت أحس أني مضطرة أن أقول إنجازات حروف ولا إنجازات صوفية عذرني محمد كثر ما أنه في هم داخلي كنت أود أني أستخدم هذه المنصة لإيصالها لأن أعتقد هدف الملتقى بوجود توصيات نهاية الملتقى ووجود تحرك فعلي لتحقيق هذا الأمر أختم بجلسة جلستها في 2019 مع رئيسة التسويق في بازل نوبل أهم مكتبة في أمريكا قاعدت معها في نيويورك وسألتها قلت لها إلى متى راح تعول بازل نوبل هذه يعني اللي رايح أمريكا يعرف أنه بازل نوبل موجودة في كل عائر في كل عائر في كل زاوية في كل فريج في كل زنجة قلت لها لي متى راح تعول على الكتب يعني غريب شفنا في كثير مكتبات ووتر ستونز مثلا في بريطانيا الآن بدأت تعتمد على الإلكترونيات فإلا بازل نوبل حتى أكسسوريز حتى الأكسسوارات ما هي موجودة فقط الكتب فقلت لها إلى متى ستعول بازل نوبل على الكتب هل سينتهي هذا الأمر قريبا وعلى المشاريع الثقافية على الفكرة لما يبت نادي القراءة هنا بالكويت عبالي أني طالعة فيها عبالي أني ما كنا نادي قراءة في 2019 من يا نيويب فكرة لأنني كنت بأمريكا بازل نوبل يسوون نادي قراءة فقالت في أمرين لا يمكن لأي مهتم بالثقافة أن يغفلهم الشغف لو كنت أشتغل بروحي هذه مديرة التسويق قالت الشغف والأمر الثاني الدعم فأنا رجعت هورا قلت بازل نوبل اللي أربحها بالمليارات تقول الدعم ألا أنا شغل ما أمثل ولا واحد بالمية من فهذا هذين الأمرين اللي أنا أعتقد أنهم يمثلون التحديات الأكبر لأي مشروع ثقافي أعتدر جدا لعفويتي في الكلام ولو أني أنا محضرة بشكل المفروض أني أقوله بطريقة جدا سليسة ولكن يبدو أن الهم يغلب أحيانا شكرا جزيلا شكرا لنا أستاذة طبعا لهو الحدي دائما إذا كان تلقائي كان أكثر أفضل أنا دائما إذا كنت أقرب برقة أرتبك لكن إذا تكلم تلقائيا يعني ما خرج من اللسان لا يتجاوز الآذان وما خرج من القلب يسر للقلب مثل ما تفضلت وتفضلوا جميع الحاضرين في قضية المشاريع الثقافية يعني قضية الدعم رد أولا وأخيرا لقضية الدعم يعني يذكر لي بيت للشافعي يقول فيه في قضية الأمر الثقافي يقول أخي لن تنال العلم إلا بستة سأم بيك عن تفصيلها ببياني ذكاء واجتهاد وحرصا وبلغة وصحبة أستاذ وطول الزمان المشكلة هذه الموضوع الدعم المالي والتفرغ العلمي هذا الشيء لا يتوح إلا بقضية الدعم ومثل ما قلنا دائما يعني مثل ما تفضلت قضية الشغف يعني إحنا كلما نسوي مبادرة والدائما هي المبادرات خاصة بالمناسبة يعني أغلب المبادرات ومثل ما قلنا في مطة حديثنا من بداية أكاديمية فلاطون وجميع حتى على مستوى الإسلامي أنا مرة من المرات كنت تقرأ في كتاب عن تاريخ الوقف وكنت في جلسة من الجلسات مع الأمين العام للأوقاف اللي هو الدكتور محمد عبد الغفار الشريف فقلت لي يا لاتك توصل رسالة بسيطة لذوي الصدقات قلت لي احنا لا نجد صدقة لكن في شيء كان موجود في التاريخ الإسلامي واندثر واندثر مع عبد الناصر هو أمم عبد الناصر أنا تسويت وأمم كل شيء حتى الثقافة أممها فقلت له قضية الأوقاف ونقصد فيه شنو قضية الأوقاف يعني بالمناسبة الأزهر كان وقف بمعنى شنو بمعنى يشكل دعم من الناس أو المتصدقين يعني كان في جزء من الزكاة يدفع للجهات الثقافية كذلك الجامعات يعني أغلب الجامعات في أمريكا هي دعم ثقافي أو دعم الناس أصحاب المال إحنا عندنا في الكويت يبعونا شوية تليت قبة على موضوع التجارة هل نأخذهم غصب مثل مؤسسة الكويت التقدم المعمية تأخذ نسبة أقل من واحد المية وبالمناسبة أغلب الدول عندنا في الوطن العربي كنسبة حنا أقل الدول من الجهات سواء من الجهات الشركات نأخذ دعم مثل ما تفضلوا الأساتذة نعتني على موضوع الرعايات كأننا نطلب الصدقة أو نستجيل الصدقة الثقافة أولا وأخيرا هي مشروع أهلي مشروع غير ربحي إذا لم نشعر أو يشعر المواطن فيه سواء من العامة أو الثقافة بقضية دعم الثقافة فلن نخطي خطوة إلى الأمام لأن النجاح لا يحتاج إلى أقدام بيقدر ما يحتاج إلى أقدام شكرا لكم لكن الآن أفتح موضوع الأسئلة إذا فيه أي سؤال وأنا سعيد بالحضور وسعيد بحضورك الدكتور عبدالله أستاذ أستاذ الفاضل شرفتنا اليوم فإذا فيه أي كلام وتعقيم تفضل تفضل أستاذ بس المايك يا بنات تفضل هل لديك المايك؟ نعم يعطيكم العافية يعني أستاذ باصل أنا أعتقد موضوع الدعم نحن بحاجة إلى شاعر عملاق أو أديب بليق مثل الأصمعي يروح أقوى واحد من هالجهابذة اللي عندها الأموال ويقول له قصيدة صوته صفير البلبل ويأخذ وزنها ذهر وموجودين تروايد يعني المهم أنا بصراحة عجبني مع الجميع وشكر والتقدير اللي استمعنا والإشادة فيهم أنا عندي بصراحة الأستاذ طاهر الزهراني أنا عجبني في آخر ما ختمته قلت ما في تنظير إحنا ناس اشتغلنا بجانب تطوعي وبشغف واستمرين يعني أنا عجبني أنك أنت شون وظفت كورونا توظيف جميل أنه أنتم اشتغلتم من خلال إنتاج لكتابات أكثر هذه نوعية المشاريع اللي احنا نبحث عنها البعيدة عن الخطابية والمنفستو وأن أنا أعيب غير العالم وأن أنا مش عارفة لا 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 أنتم ذهبتوا إلى منطقة بسيطة جدا الناس تبحث عن منفذ للكتابة وهذا أنتم حققتوه وأتمنى معظم المبادرات الحقيقة اللي موجودة في المملكة وهي محل إشادة ويعني حاليا أعتقد سادة رزان كانت تقصد مبادرة إثراء أو كلمة شريك الأدبي الآن في مبادرة إثراء إثراء طبعا من خلال أرامكو وهذا بالعكس يعني يحسب لأرامكو أنها خصصت من ميزانيتها لدعم مثل هذا المشروع الثقافي ويعني جندت لذلك مجموعة من الأخوة المهتمين بالشأن الثقافي لكن أرجع ويقول مرة ثانية أنا عجبني أنك أنت بتعت عن مسألة أننا نبحث عن قضية والله تقديم أنفسنا كمبادرة ونبحث عن أن نباتر نحط لنا استراتيجية وباترنا أنت ذهبت إلى أصل المبادرة والمشروع الثقافي الأهلي وهو التطوع بالكويت يمكن مو موجود الأستاذ فرحان الفرحان يمكن صحيح أو يضيف لي أيضا مبادرات الثقافية بالكويت كانت بأصل تطوعية سواء المكتبات الأهلية سواء المجلات اللي كانت توزع للناس سواء يعني حتى مكتبة حتى مدرسة المباركية ثم بالأصل كان أهوة تبرعات من أهل الكويت بمباركة طبعا حاكمة بذلك الوقت مباركة كبيرة لذلك أنا أعتقد إذا في ويمكن هذا كانت يعني نوعا ما يعني كانت يعني أنا نوعا ما كنت قريب مع الأستاذ رزان لكن يمكن لها توجهة أو لها مخاوفها معينة أنا لي مخاوفي الأهم أن متى ما تحول هذا المشروع إلى مشروع تجاري بحت وتخلى عن الشغف ودخل في مسألة المنفسة والخطابات اقرأ عليه السلام شكرا لكم أحسنتم أحسنتم في سؤال فضل بسينات اللي يعرف عن نفس اللي احنا بعضكم بعضكم نعرفكم وبعضكم ما نعرفكم يعني شكرا هدي الحساوي أنا روائية ورئيسة مختبر السرديات الكويت يمكن العزيزة منا يعني أنا شاتي فيها أصلا مجروحة خاصة لما بيت الزبير يعني يختار شخص مثل مونة السليمي يحط هو اللي يعني يدير هذي النوع من المشاريع الثقافية هني انت تتكلم عن الشخص المناسب في المكان المناسب لما تي تصنع مبادرة أو تصنع وفعلا احنا محتاجين الدعم يعني يمكن مونة جربت العمل التطوعي عن طريق مختبر السرديات العماني وانا بالمناسبة يعني هم أشكرهم في البداية يعني في 2015 لما أسسنا المختبر كان جزء منه هو حوارات طويلة مع مونة وبشرة اننا حول المختبر وكيف نأسس المختبر وما هو المختبر وما هي المختبر وخلونا نتواصل مع مختبرات كثيرة في الخليج وفي الوطن العربي في مصر وغيرها عشان نقدر نأسس مختبر السرديات الكويتي ونحط أهدافه ونبدأ نشتغل عليه ويمكن من 2015 لليوم يعني وايد من المبادرات احنا سوينها فعليا يعني ما كان في أحد يقول لنا تم حتى من نفسنا في وايد من الأمور احنا حطيناها من جيبنا أنا وفهد كنا احنا اللي قاعدين ندير المختبر يمكن استضفنا الدكتور سعيد يقطين استضفنا الدكتور سعيد بنكراد قدموا الكثير يعني كثير من المحاضرات اللي قدمناها عملنا ورشتين للنقد كانت نتيجتهم ان في أربع أو خمس أشخاص تخرجوا من الورشة عقب عمل شهرين معاهم ان في تدريسهم من شون ينكتب المقال النقدي وكل هالأمور فيمكن يمكن منا اعتقد اكثر واحدة راح تحس بالفرق بين ان يكون ويمكن انا ودي اسمع عن تجربتك ان الفرق بين ان تكون انت متطوع في عمل تطوعي او انك انت تكون جزء من مؤسسة تؤمن فعلا وفي دعم مادي من وراها وتؤمن فعلا بالعمل الجاد وتختار الاشخاص الصح ان يدخلون في هذه المؤسسة بحيث ان لما يحطون استراتيجيات او يحطون مستقبل او يحطون خطة خمسية او ثمان او خطة ثمان سنوات او عشر سنوات او هما فاهمين الشيء اللي قاعد يعملون على يمكن انا عجبتني نقطة فكرة المشاريع ان احنا قاعد نشتغل على مشاريع مو فعاليات في فرق بين فعلا في فرق بين المشروع والفعالية الفعاليات هي نتيجة للمشاريع وليس اهي الاساس شكرا او هديل طبعا هديل رافقت رحلة مختبر السرديات العماني اللي فعلا انطلق في سنة 2014 و2015 ثم توقف يعني توقف توقف بصمت حتى الآن لا نستطيع أن نقول ما هو مصيره هل هو منتهي هل هو سيستأنف لا نعرف أيضا هديل من الناس الذين شرفون بزيارة في بيت الزبير فلذلك عندما أتكلم أعرف أن هديل تتخيل ما أقول وهي شاهدة وعرفت وكذلك أيضا الأستاذ فهد طبعا لا مجال للمقارنة نحن عندما بدأنا في مختبر سرديات العماني كان كنا نحمل الشغف الذي تتكلم عنه أرزان كنا شغفين أنه بحاجة إلى مثل هذا الحرك بحاجة إلى أن نفعل شيئا عوضا أن نلعن الظلم لكن مع مرور الوقت الشغف لوحده لا يستطيع أن يحقق شيئا بدون الدعم نحن بقينا ووحدنا نفعل وننفذ بدون أن يدخل معنا أي شريك آخر بدون أن نجد أي داعم يقولنا نعم أنتم ما تفعلوا شيء صحيح أنا سأدخل معكم سأدعمكم بقينا هكذا بدون بدون أي رافد بدون أي مصدر فالنهاية النتيجة طبيعية النتيجة طبيعية بدون وجود مؤسسة تدعم أن مختبر السرديات تحتاج إلى تكاليف نحن كنا متطوعين نعم لكن كنا نحمل طموحات تنفيذ مشاريع معينة هذه المشاريع تحتاج إلى تمويل ليس للأفراد ولكن أجل المشروع عنهر النور هذا لم يوجد وهذا طبعا نتيجة طبيعية عدم وجود الدعم لأن الشغف مهما كان الشغف موجود مع عدم وجود الدعم ستصل إلى مرحلة أنت ستتعب لأنك تشعر أنك لا تفعل شيئا لا تجد هناك من يقف معك هناك من يساندك العملية اختلفت في مؤسسة بيت الزبير مؤسسة بيت الزبير من الوطنة اختلف هذه مؤسسة مؤسسة قائمة هناك من يمولها هناك من يدعمها هناك من يشرف عليها وهناك أيضا من يقودها نحو أفاق أخرى مختلفة أيضا وإن كانت مؤسسة ثقافية غير ربحية لكن كل ما نفعله هذا مكلف ويكلف مبالغ طائلة عندما ننقذ مشروع واحد فقط يعني يتكلف مبالغ فهذا لو لا إيمان صاحب هذه المؤسسة لو لا إيمان وبأن هذا الفعل له مردود على المدى الطويل أيضا له مردود على المستوى الثقافي هناك أثر ينتج على المستوى الأفراد الناس الذين يستفيدون من هذا الفعل أيضا لما استمرت لذلك نحن سعداء أنه خصوصا في خطوة متقدمة تم إنشاء مجلس أمانا لبيت الزبير حتى نضمن استدامة هذا الفعل نضمن استدامة هذا الدعم نضمن استدامة هذا الأثر فالعملية يعني أبدا لمجال المقارنة بين فعل مجرد تطوعي لم يجد من يدعمه إلى مؤسسة قائمة لها موازنات هذا يعني نقول السنوية وإن كانت هي أيضا يعني مدعومة من القطاع الخاص هي من مؤسسات الزبير الأخرى فهذه العملية بهذه الطريقة شكرا هذه أحسنتي أنا والله ورد لي سؤال للاستاذة موزة يعني في مجلس الشمال الفكر في قضية التحول الرقمي شنو دور التواصل الاجتماعي وخصوصاً الوسائل التواصل الاجتماعي في دعم فكرتكم في قضية مركز شمال الفكر يعني هل هناك في تقدم معين أو لا؟ على السؤال لوجه الحضاء تجسر بس بختصار حشان الوقت أكيد أن اليوم المحتوى الثقافي متعدد الوسائل ويمكن أنك تطرق في كل باب واليوم بفروض العالم الافتراضي علينا والعالم الرقمي كان هذا واحد من الأبواب التي لجب أن نطرقها من خلال إصال هذا الوعي وهذه الثقافة وهذا الفكر إلى أفراد المجتمع لعل مثل ما قالوا الأخوان أن في موضوع جائحة كورونا كانت هناك فرصة لاستقلال ذلك الوضع واستقلال هذه المنابر الإلكترونية وفعلاً لو لاحظت الدراسة التي نحن سويناها على أهم الفعاليات التي قدمت من خلال مجلس شمال الفكر لو وجدت أن في سنة 2022 في وقت الأزمة هناك ارتفاع كبير جداً في الفعاليات وذلك لاستغلالنا لهذا المحتوى الرقمي اللي ممكن أن يكون التفاعل افتراضي وجهنا إلى كل المناشط من خلاله فأصبح هناك استغلال أمثل لهذا وجود اليوم الثقافة في هذا الحراك وبهذا الحراك في وسط الرقمي مهم جداً ولازم أنه ما نغفله مهما كانت هذه نوع من التحديات لكنها أبواب إبداعية إبتكارية ممكن أن تفتح لنا أفاق جديدة في تناول الوعي الثقافي من خلال ولعل تجربة أخواننا في سعودية كانت دليل مباشر عن هذا الاستغلال أمثل المحتوى الرقمي نعم أحسنتي تفضل الأستاذ مستمحت من هو في عندنا؟ معي المكروفون معي المكروفون بعدين أستاذا هديني إن شاء الله مساء الخير والشكر لجميع المشاركين وطبعاً للمجلس الوطني لهذه الأمسيات القيمة الثقافية أو عفو للجلسات الأستاذ باصل صراحة طرق نقطة مهمة جداً أولاً جميلة سيد عليك كاتبة قصة وروائية وعضو مجلس إدارة رابطة الأدباء في الكويت لمدة سنوات متتابعة الأستاذ باصل ذكر دور رابطة الأدباء في رعاية من يهتم بالكتابة وخاصة من الشباب بالدرجة الكبيرة فطبعاً هذا شيء نحن جميعاً ممتنين له ونشأ عندنا منتدى المبدعين في رابطة الأدباء منذ عام 2001 وهي جهود جميعها تطوعية جميعها يربط بينها حب الثقافة والشغف الكبير الذي يدفع الجميع لحضور هذه الملتقيات والكتابة والمشاركة أيضاً نحن ممتنون بدرجة كبيرة لدور الأساتذة الأفاضل الذين يحضرون هذه الجلسات ويقومون مثل ما تفضل الأستاذ الكريم بالتصحيح والتدقيق وبالإرشاد وبالتوجيه وهي جميعها جهود تطوعية ونفخر بأن عدد كبير من هؤلاء الكتاب الشباب وصلوا بإبداعاتهم الحصول على جوائز الدولة التشجيعية في القصة وفي الرواية وأصبح يشار لهم بالبنان ليس في الكويت فقط ولكن أيضاً في دول الخليج والدول العربية على مدار 20 عاماً من 2001 إلى الآن فمثل ما تفضلتوا الاهتمام بالثقافة وبذل الجهود من أجل إعلاء اسمها وإعلاء رايتها هو في النهاية عمل إنساني عمل يحتاج فعلاً إلى الدعم المادي ولكن كل يعمل في مجاله يعني أنا لا أستطيع أن عدم مادياً إذا أدعم بجهودي غيري قد لا تكون لديه القدرة الثقافية أو الأدبية إذا يدعم في أمواله فهي عملية تكاملية ومن جميع الجهات سواء كانت من الدولة أو القطاعات الخاصة ومدام هذا الشغف بحب الثقافة والأدب موجود فنحن بخير ونكون إلى الأمام إن شاء الله شكراً أحسنتي أحسنتي أستاذة أستاذة هده فضل مساء الخير أول شيء أريد أن أشكر المشاركين على الرضاءات المفيدة جداً بس تعليف محسس عشان هدى الدخيل مشاركتنا بتجاربهم المتميزة وبعود على تعليق الأستاذ باسم بالبداية لما قال أن الأستاذ الرزان بنت الكويت هي فعلاً بنت الكويت التي ولدت بالكويت والبقية وهم أبناء الكويت التي ولدوا خارجها وأهلاً وسهلاً فيكم أريد أن أرجع الآن إلى موضوع المحاضرة وهو المشاريع الثقافية الأهلية مثل ما تعرفون التوجه الاستراتيجي في المنطقة كلها بالخليج والدول العربية على المستوى الثقافي وهو تمكين هذه المشاريع لتحقيق أكثر من هدف أول شيء الارتفاع بجودة حياة المجتمعات أثنين توفير فرص عمل خارج نطاق المجالات العمل التقليدية ثلاثة تنويع مصادر الدخل للمجتمعات المختلفة في البناء على المنتج الثقافي الآن عشان نتحقق هذه الأهداف لازم هذه المؤسسات تكون متمكنة من إدارة أعمالها وإدارة شؤونها بحيث يجعلها مستدامة التعويل على استمرارية الدعم الحكومي المالي على الأمد الطويل هذه مسألة غير ممكنة وغير منطقية وغير مقبولة أنا أفهم أن الدولة لحاجتها حاليا لقضية التحول الاجتماعي أو ترويج للعمل الثقافي أو تنشيط للحالة الثقافية تقوم بدعم ودعم كبير ويستمر سنوات بعدين ممكن يتحول الدعم كامل 100% بعدين بعد فترة تقوى المؤسسة هذه فيصير الدعم جزئي ويتحول الدعم الثاني إلى مؤسسات أخرى وهكذا إلى أن تعتمد هذه المؤسسة على نفسها لكن مسألة الاستمرار بدعم أنا ما أشوفها يعني شغلة ممكنة هذه بالإضافة إلى أن تضع المؤسسة هذه تقيد حرية المؤسسة هذه لأن أنت بالنهاية الممول مالك هو المتحكم في وجهة نشاطك فأنت تفقد حريتك في الحركة وفي تنوع القضايا التي تتناولها فيعني هذه النقطة أشوف أن لازم نعيد النظر فيها من وجهة نظر مختلفة الأزمة المالية التي تعاني منها المؤسسات الأهلية نتيجة عدم وجود سوق خلينا نستخدم منطق السوق ما فيه سوق للمنتج الثقافي وإحنا الحقيقة لا المؤسسات الأهلية ولا المؤسسات الرسمية قاعدة تشتغل بجدية على إنتاج مثل هذا السوق أو إنشاء مثل هذا السوق لا من حيث لوائح والتشريعات التي تنظم عملهم المؤسسات الأهلية ولا من حيث صناعة الجمهور المستهلك للمنتج الثقافي فأنتهيأ لي أنه يعني لو نركز الجهود على كيفية معالجة هذه النقطتين يمكن حتى ما نعود نحتاج إلى الدوران في فلك الدعم الحكومي بالإضافة لذلك أنا أعتقد أن هناك خلل كبير في المؤسسات الأهلية على مستويين قدرتها أو معرفتها الكافية في النظم الإدارية والمالية اللي ممكن تتعيد هيكلة أو تنظيم نفسها بوجبها بحيث أنه توفر لها موارد بشكل مستمر ومختلف ومتنوه الشغلة الثانية هي عدم قدرتها على أو عدم معرفتها بكيفية بناء الشراكات مع القطاع الخاص اللي ممكن يساهم في دعم عملها الشغلة الثالثة أنه محتاجين إلى توحيد الجهود لإنشاء محافظة وطنية من مشتركة بين الدولة بين القطاع الخاص وبين المتبرعين المستقلين لدعم العمل الثقافي يعني في مشاريع مثل هذه صارت في أماكن كثيرة للوطن العربي وما استمرت لأن المجتمعات ما كانت يعني ما تحفزت كفاية المؤسسات الأهلية للعمل وفي تجارب ما نجحت لأن الممولين انسحبوا لأن الأولويات تغيرت للتلموية للدول يعني في مشاكل كثيرة صارت على الفنز لكن لو نتحرك مثلا بشكل جماعي للترويج للفكرة أنا أعتقد هذه القضايا تعطينا خلينا نطلع خارج إطار التفكير بصندوق الدعم الحكومي المستمر للمؤسسات الأهلية ومشكورين ويعطيكم ألف عافية وأصبع الإطالة يعطيك العافية طرعا بمناسبة لقضيتي تفضلت فيها قضية الربح الدائم أستاذ هدى هو فكرة الأوقاف اللي طرحتها هناك في السابق أغلب الناس ما عندهم فكرة عنها فكرة الأوقاف يعني قضية المدارس قضية الجامعات يعني اللي قلت لكم يا الحوار اللي صار بيني وبين الأمين العام يقول أنا أوصي الناس فكرة يا جماعة ترى جعلت لي الأرض مسجدا وطهورة يعني ترى المساجد بالكويت يا كثرة يعني جي متبرعين بالملايين أقول لي ليش ما تحطها فرضا في جامعة في مؤسسة ثقافية في كذا كان يفكر إن إذا وضح في شيء في غير المسجد كان لقى إثمن فيقول أن بعض الناس أو بعض الناس أصحاب دوية الدخل العالي والناس اللي نحتاج منهم دعم ما عندهم قضية فكرة الثقافة ولا يدار في خلدهم فكرة الثقافة ما لم يكن هو هذا الشخص نفسه مبادر في الثقافة في أي سؤال قبل أن تفضل أستاذ أبسالح عن نفسك شكرا لكم محمد السالم كاتب ومترجم أنا أشكر أولا لأستاذ باصل على الفرصة أشكر المجلس الوطني أنا جئت بسؤال واحد لمهاء أولاء تحديدا يبدو أن المجلس الوطني أتتني الإجابة في الندوة السابقة في هذه الندوة أيضا يبدو أن المجلس الوطني ألقى نظرة على واقع المؤسسات الأهلية في المنطقة العربية وفي منطقة الخليج تحديدا واختار منها مشاريع تختلف في حجمها تختلف في اختصاصاتها تختلف في طرق تمويلها وأغنتني فعلا هذه التنوع والغنى الذي يوجد على المنصة الموجود على المنصة وأنا أشكرهم جدا على هذا لدي سؤال وتعليق وإضافة صغيرة أسأل الأستاذة موزا القبيسي يبدو أن من الواضح أن المتكلمين جميعا يشتركون في ثلاث أمور يشتركون في ثلاث عوائق تواجه أعمالهم التي تتركز في أزمة التمويل والمكان والخطة أو البرنامج أو الهدف فات الأستاذة موزا القبيسي أن توضح لنا موضوع التمويل واضح لكن أين تدير مجلس شمال الفكر أعماله ذكرت نقطة أن نحن ننتقل إلى جهات أو نقيم ندوات في جهات معينة أو عند جهات معينة هذه النقطة وأيضا استكمال للسؤال السابق أن مواقعكم على شبكات التواصل أو على يوتيوب وكذا هل تبث هذه الندوات هذه الفعاليات أستاذ طاهر الزهراني عالج أزمة لا يشتكي من أزمة المكان التطبيقات أدت الدور المنطبها وتستطيع أن تعمل وأيضا التمويل يستطيع أن يديرها بطريقته الخاصة أنا وأيد الأستاذ هدى وأيد أستاذ باصل الزير في نقطة المحافظ التي تعتبر نوع من الوقف غالبية الجوائز الكبرى والمشاريع الثقافية الكبرى النوبل وسواءه كذا والبوكر لديها محافظ مالية معينة تدير نوعا من الدخل السنوي الذي يموّل هذه الجوائز وهذا غير موجود في المنطقة حاليا نحن نعتمد لأن التراتبية الهرمية للسلطة والإدارة يوجد لدينا دولة وشعب لا يوجد مؤسسات حزبية أو سياسية أو أخرى نستطيع أن تدعم هذه المؤسسات فلا يوجد لدينا إلا التاجر أو المحافظة اللي هو العمل التجاري الخالص يسمونها دعم الأعمال الثقافية أو أنه المحافظ في البنوك أو في المؤسسات المالية الخدمة المجتمعية أستاذ رزان المرشد ذكرت نقطة ويبدو أنها الفكرة جيدة لكن أنا أتمنى أنها لا تنتقل للكويت بهذا التوسع الشريك الأدبي قد يكون وهذا يتماشى مع فكرتك الأصلية أن هناك منبعان للمعرفة أو منبعان للثقافة السلطة والشعب فحينما تقول السلطة أو تقول المؤسسة الرسمية أن هذا هو المشروع الذي لدي وعملوا فيه أنتم يبدو لي هنا قد يكون هناك نوع من التدخل في طبيعة العمل أو المشروع أو البرنامج شكرا لكم شكرا لك أحسن دي شعلت فضل استهد سريعا بس أريد عقب على أن الأمس كنا في الجلسة وجلسة المجلس الوطني للثقافة في ورقتهم مشكورين إذا هم الله خير أكدوا على أن المثلث الذهبي وهو ينطلق من ثلاثة قواعد رئيسية الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الأهلي واليوم نحن اليوم كمشروع أهلي في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة هو نتاج للمجتمع المدني مشروع شمل الفكر أو مجلس شمل الفكر هو أحد البرامج للجمعية ذات نفع عام تحت مؤسسات الشيخ محمد بن خالد النهيان وهي جمعية ذات نفع عام هناك قانون تشريعي يقنن ويشرع إجراءات وممارسات العمل الأهلي في دولة الإمارات المقار لا بد أن تكون معلومة ولا تكون لها أشهار المقار لازم أن يكون لديه هناك دعم حكومي بالإضافة إلى دعم المؤسس الذي يؤمن بهذه الرسالة اليوم نحن كلنا متوجهون العالم بأكمله متوجه إلى التنمية المستدامة 30 والمعرفة هي محور ورافد من روافد هذه التنمية المستدامة المعرفة هي حاجة والحاجة تبرر وسائل كثيرة للوصول إليها وجود مشاريع أهلية هي مشاريع توفر البيئة التي ممكن أن تعزز الثقافة وتنميها لكل فرد في كل مجتمع واليوم نحن في دولة الإمارات وفي مجلس شيخة شمة للفكر هو مشروع أهلي إنساني اليوم أنا مثلا أكلمك واليوم أمثل هذا المجلس أنا موظفة في الحكومة ولكني عملي تطوعي في هذا المجلس أشارك في جلساته أشارك في حواراته أشارك في نشاطاته داخل الدولة وخارج الدولة كلها بعمل طوعي اليوم متطوع من أجل الثقافة ومن أجل المعرفة عمل سامي لابد من أن نعززه من أهدافنا وأهداف التنمية المستدامة في العالم كلها أن نستثمر المسؤولية المجتمعية كيف أن نستثمر هذه المسؤولية المجتمعية سواء كان في القطاع الخاص أو المشاريع التجارية كيف تستطيع أن تقوم بدور المسؤولية المجتمعية تجاه ما يمكن أن يخدم التنمية في المجتمعات وهذا اليوم نطلع له إلى دور كبير في مجتمعاتنا وهي مسؤولة أمامنا إلى أن تقوم بدور مهم جدا في إيصال هذه الرسالة وتنويع المصادر المعرفية لهذا الإنسان لكي يستطيع أن يرتقي ويصل به إلى جودة حياة فعلا حقيقية يستطيع أن يتعايش فيها في هذا العصر طبعا نحن هذه تجربتنا تجربة لو لم تكن هناك داعم رئيسي اسمه شيخ الدكتورة الشمة في هذا المشروع وتعتبر هي رمز من الرموز الوطنية الكبيرة في دولة الإمارات وتؤمن بهذا الشغف المعرفي وتريد أن تصل به إلى كثير من الأحيان ما بكثير عليكم ولكن من خلال هذه الجمعية ذات النفع العام استطعنا أن نبني ليس بس مشروع شمل الفكر ولكن هناك كثير من المشاريع عندنا مكتبة للطفل جاهزة بس للطفل وهي مشروع طوعي كل من يقوم بالقراءة للطفل وتنمية قدرات الطفل واستكشاف مواهب الطفل وميوله ودعمه هي من جهود تطوعية هناك عندنا المكتبة المتنقلة التي تجوب أنحاء جميع دولة الإمارات كلها نصل بالمعرفة إلى الأشخاص في أماكنهم أينما يكونون تحمل معها الكتب والمعرفة والأفلام والمسابقات والجواز لتستطيع أن تثري هذه الساحة التقافية شكراً لزيلاً أحسنتي أحسنتي فضل حياك الله محمد جوابك أو سؤالك صحيح أنا لا يفهم من كلامي أساساً الاعتماد على الدعم الحكومي لو أنا كنت من مؤيدين هذا الموضوع كما أسس طوفيا لماذا أدخل بمشروع ضخم بهذا له فروع في البحرين والرياض إلا لسبب الاعتماد على الذات وهذا اللي أنا أنظر له لكن هناك فرق بين أنك تقول تعرف لما تقول والله أنيات من الحكومة خير وبركة بس ما أنا معتمدة أنا ماشية مشاريعي ماشية مشاريع المركز ماشية الأمسيات المنتقيات أنيات دعم ممتاز شريك الأدبي طبعا لا يمكن لأي فكرة قائمة وناجحة في مكان أن نأخذها ونطبقها نأخذها طبق الأصل نحطها في مكان آخر يختلف يختلف سياسيا يختلف ثقافيا مجتمعيا كل هذا كل هذه الأمور تحدد ما هي هذا المشروع لكن في شريك الأدبي أول سؤال كأنك تعرف ويمكن حتى تدري تم مرة نعرض علينا كمشروع ثقافي أن يتم دعمه بالكامل بمبالغ يعني هائلة لكن كان في تحكم ندعم المشروع لكن عندنا أجندة نبنمشيها من خلالكم ونحن ما نقبل مشروعنا قائم على الحرية اللي يحضر نواة القراءة يعرف دايما نقول لا سقف للكلمة تقدمنا شوي بالرياض بس يعني هني لنحن ما تقدمنا فأنا ضد أساسا الدعم المقيد بشروطه طبيعي أن يكون فيه تقييد لكن اللي حصل في الشريك الأدبي أول كلمة قالت في الاجتماع لما قعدنا قلت لهم ما حب آخذ إذن عندي مشكلة ما حب آخذ إذن لو أخذ إذن إن شاء أنا موظفة في مؤسسة حكومية أو أي إن كان قالوا لي ما رح تأخذين إذن أنت بترسلين محاضراتك بكل بساطة المحاضرة اللي نشوفها ما تتماشى مع فكرة الهيئة أو سياسة الهيئة أو أي إن كان رح نقول لك هذه المحاضرة سويها وتحملي مسؤوليتها كونت صاحبة المكتبة لكن ما في طبعا الدعم متمثل في تذكرة الضيف مكافأة الضيف الإقامة أيضا المشروع يأخذ مبلغ شهريا على إقامة عدد محدد من الفعاليات فبكل بساطة لن يحسب اللقاء اللي إحنا ما نوافق عليه لذلك حتى كان في تجربته وإن قبل سبوعين كان عندنا لقاء في أعلن عنه في إنستجرام عن أبو حامد الغزالي ورفضت الهيئة يعني وضع اسم الشريك الأدبي عليه وبكل رحابة ارسلوا لنا إيميل نعتذر عن رعاية هذا يمكنكم إقامة اللقاء باسمكم بسيط جدا ما في تقييد لكن أيضا لها جانب في هذا الجانب إداري ممتاز واللي نعاني منه يمكننا الحين بالكويت إنه موضوع مشاريع كثيرة قاعدين نسوي لقاءاتنا بنفس اليوم يقدرت الهيئة من خلال هذا المشروع إنه تقسم ما في مشروعين قاعدين يسوين بنفس اليوم فأنا مو مع الدعم الحكومي 100% بس مثل وقت لك خير وبركة أردكم العافية وصراحة قاعدنا ساعتين في الحوار ولا زال الحديد وشجون وفي علاقة بعد الحضور فيه كمي ما لكن مثل ما تفضلنا التوصيات إن شاء الله راح ترفع بقضية الدعم الثلاثة في نهاية إن شاء الله اليوم إن شاء الله فيه راح تكون عندنا هم جلسات الساعة الخامسة والساعة السادسة وراح يكون فيه ختام للمؤتمر في قضية التوصيات اللي راح تحصل يعطيكم العافية لكل الشكر اللي يشرفونا اليوم بالكلمات الرائعة سواء من الكويت أو من برة من دول مجلس تعامل الخليجي شكر للحضور وكل عام وانتم خير إن شاء الله مع السلام شكرا